لكن انا مزمن ابو القاسم ده لو انت ميت للحركة الاسلامية لما انكرتها لانه ما اخبا خاف من زول يعني ما ديك انا احتي انا حور فيها لو انا كنت انت ميت للمطور الوطني دي في يوم من الايام والله ايش اللي هو علم في الجالة انت كنت اتحاد ديمقراطي انت ميت للحزب الاتحاد ديمقراطي منذ السنة والعالي ولكن انا يوم واحد ما قلت اي ان انا مناضر ولا قلت انا سياسي مع انه بالخسائر بس لو حسبت عليه قروش انا مناضر كبير لا هو طبعا مزمن في قروشه بس مزمن بيسعى للمال اكتر من السياسات انا شغال صحافي ما في زول يعني بيعيبوا عليه وانه هو يبحث عن المال بيبحث عن المال بطلق شرعية السؤال هل انه بحثت عن المال بسركته افسد انا لم اعمل في اي منصف حكومي لم اعمل في اي صحيفة مملوكة لزول من الحركة الاسلامية وكوزة وكده ذكرت محاسن كتير جدا جدا لحمد هارون نعم شوف انا واحد من الحياة القاعد يستخدمون الناس اللي بحاولوا يلحقوني أو يلصغوني بالحركة الاسلامية المغالدة انا بدار اقوله لك على الملع انا اصلا زول ما قاعد اخاف من اني اجهر بقناعاتي انا عندي رأي اجاب جدا في مولانا احمد هارون اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة